مرحبا حبيبي أصحاب برج الحوت شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم رح نقرأ توقعات برج الحوت العامة التوقعات رح تكون الطاقة العامة لأنه أهم الأحداث اللي ممكن تصير بيها الطاقة على الصعيد أيضا العملي الصحي العاطفي العائلي التحديات اللي رح تواجهها نقاط الضعف نقاط القوة قراءة العاطفية رح تكون مقسمة للمنفصلين المطلقين وأيضا للعزاب وللمرتبطين فخلونا نبلش القراءة قبل ما نبلش القراءة إذا عجبكم الفيديو سولك واشتركوا بالقناة إذا شونتم ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات كل التوفيق لكم وإن شاء الله القراءة تعجبكم أشوف أنه عندك تقدموا عندك أمور هواية راح تتحسن ولكن شوين وجود بعض المشاكل يعني على الصعيد العاطفي حتى على الصعيد الأسري بس الأمور تتحسن كلها بصورة عامة إن شاء الله قلت لكم على الصعيد العمل الأمور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار لأربعة تشهر هاي الأمور متوقفة أشوف الأمور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن عندك تحقيق أمنية بصورة عامة بهاي السنة عندك تجدد عندك طاقة تستشفاء من أزمات هواية مريت بيها بالماضي بالفترة الحالية قاعد أشوفك منطلق دا تحاول تجدد حياتك تجدد أمورك حتى تغير مكان عملك عندك انتقال ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر بفكرة انتقال يعني ببالة أشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقرب المكان اللي راح تنتقل إليه على الصعيد الصحي أشوف عندك اهمال كبير يخص الصحة أمورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم وبعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية ولكن ما قاعد يحل هذا الأمر ما قاعد يهتم بي ما قاعد يدارك أخطار الموقف ما قاعد يهمل صحتك لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة لأنه أشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة أو حتى تشين تتعاني منها أشوف مشكلة صار لها سنة عندك ما قاعد تشوف لها حل راح تتفاقم خاصة لبعض النساء أشوف موضوع إنجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة أو موضوع عمل كان عندك بالسابق شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا شيء مأخر الإنجاب عندك فلازم تشتغلين على التحصين وذا عندك تابعة أو حتى عمل لازم تتخلصين منها دائما أذكار مثل ما أمصيكم دائما أذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنون نفسكم على الصعيد العائلة أشوف أكو مشاكل عائلية أنت قاعد تمر بيها عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية عندك تعصب يعني عندك نوع من الهجومية الصاير ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المزوجين أشوف أكو مشاكل ببيناتكم هواية ممكن بعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف بيه أو طبعا الطرف الثالث اللي مو شرطي يكون علاقة إذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك أو من عائلة الشريك اللي أنت تتعامل يا دامن يدخل بحياتكم ويحاول يخربها أو هو سبب المشاكل اللي موجودة فأشوف أنه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية على الصعيد العائلة أشوف عندك نوع من النزعة الغضب الشوية عندك تفكير سلبي هواية مشاكل ممكن خفيفة يعني مو مشكلة شبيرة بينك وبين العائلة خلافات تصير ولكن الأمور تنحل بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون أنه أكو علاقة ثلاثية أشوف أنه أنت أحلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني أنت عندك أمنية أو مثل يعني تحاول أنه تطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال أول ثلاثة شهر من السنة من بيناتكم وراح يرجع الاستقرار إذا كنتوا يعني أنتم منفصلين أو حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم فأشوف أنه هذا الشخص أو خلال أول ثلاثة شهر أو صار ثلاثة شهر هو طالع من العلاقة والعلاقة بينكم أشوف بيها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل من بعد تعب التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر هاي بالنسبة للمتزوجين يعني هاي كمشاكل عائلية أما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم أشوف البعض معتكم معتكم سيناريو طرف ثالث المرتبطين ممكن أكو شخص من أهل الشريك أو حتى من أهلك أنت معارضة لعلاقة بيناتكم دائما من بيناتكم صد ورد قاعد أشوف أكو يعني طاقتكم صايرة خاصة ذات شن تتعامل بيا شخص من برج القوس فدا أشوف هوايا صارت مشاكل بيناتكم بالفترة السابقة هذا الشخص عليه هوايا ضوطات عليه هوايا مجوم أكو هوايا ناس قاعد يتحاول أنه أكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص ذات شان برج ناري برج القوس بالأخص هذا الشخص أشوف عنده مشاكل عائلية هواية إذا ما تشنت أنت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بيها بالفترة الحالية أكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد أشوفه دائما قاعد تصير بي تأجيل دائما يصير بي خلافات دائما يصير مشاكل ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات محتاجة كل اللي أنت محتاجه أنه أنت تصبر على هذا الشخص وتحاول أنه مثل ما نقول توقف بجان بلد تضغط عليه لأنه أشوف عنده طاقة هجوم قوية صعيرة طاقة عصبية هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين وأكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط أو حتى الشخص اللي يتعاملوني عنده مشاكل عائلية هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صارتهم فترة طويلة وأمورهم تمام فأصبر على هذا الشخص وبالأخير راح تنسعدون أشوف مننا لحد نهاية السنة إن شاء الله أكو لكم زواج أكو لكم بيت واستقرار راح يكون من بعد مشاكل هواية ما رأيتوا بيها بالسابق من بعد من الخالفات ومعارضات هواية من الهل بالنسبة للناس اللي منفصلين أو حتى العلاقات المتزعزة راح أسوي لكم مياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزة العلاقات الغير حقيقية بعد من عدكم أشوف من المنفصلين طبعا أشوف عدكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف الثالث الطرف الثالث اللي بيناتكم وأشوف شخص متسلط متلاعب عند مكر عند حيلة أو حتى الشريك ممكن تكون اكتشفت هنا طاقمات هواية هذا الشريك أشوف انه هذا الشريك عند تلاعب عند مكر خداع ممكن تكون اكتشفت طرف ثالث عنه وممكن يكون جراحك بالكلام أو فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمروا ياك بالعلاقة انت بالفترة الحالية غير متوازن العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة هذا الشخص عند نوع من الانانية يفكر بنفسه بس عندك مخاوف انت هاتش من العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة أو حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة ما عندك ثقة انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الشديدة انت غير قاد على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الأزمة اللي صارت بك بالسابق او العلاقة الفاشلة اللي مريت بها وكان بها خيانة وبها انفصال مؤلم صار يعني اكل انفصال يكون حضاري واكل انفصال يكون مؤلم اللي هو يكون بخيانة بيكذب بيخداع بشخص يطعنك بظهرك ممكن يطعنك بالكلام حتى لانه اشوف هذا الشخص يعني من النوع اللي يهتم المشاعر الناس يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة وايضا كلامه جارح كلامه مو حقيقي وافكاره حتى افكاره تكون افكار حدية انه هو يفكر بنفسه اناني وما يريد الخير للاحد هو يريد الخير بس النفسه ما يهتم المشاعرك ما يهتم الاشياء اللي انت تهتم بها او حتى الاشياء اللي انت تريدها فالمنفصلين والعزاب اشوفوا انه هذا الشخص متعبكم هواية اللي كان بالماضي موجود ممكن ان بعض منكم صار الى ثلاثة شهر منفصل او من شهر الثالث وللفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك بس راح يقول كلام كذا فانت اقطع من هسه اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه وخليك منفتح افتح قلبك للعلاقات الجديدة الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة ان شاء الله اشوفهم راح يكونوا المصارحك خاصة اذا كانت الطاقة مائية فانت اقلت لك عندك نوع من يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة اللعناد الهجوم المخاوف انت مريت بهواية ازمات بهواية انجرحت من الشخص اللي كانت منفصل عنه بالماضي هذا الشخص تعبك هواية انت بفترة الحالية ما خلي حاجز بينك وبين الناس بينك وبين العلاقات وبين العاطفة خاصة هسه راح احتي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين يعني بالاخص فاشوف عندك طاقة الدفاع الحماية يعني تريد تحمي نفسك تحاول تحمي مشاعرك تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجوحوك عندك مخاوف وقلق بالنسبة للرجوع للناس المطلقين اشوف من بعد فترة كانت الامور ببينها تكون معلقة من بعد فترة شنت غير قادر على اتخاذ القرار ممكن انت او الشريك شان محتار بين قرارين شنتوا واصلين للمفترق طرق الامور ببينها تكون معلقة اكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة راح شاف طريقة حسب ما انت تتفكر ولكن العودة موجودة من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ قرار والامر بينكم معلق صار لفترة طويلة قاعد اشوفه تمام الفصلين جديد الرجوع ببيناتكم موجود وحقكم راح يرجع من هذا الشخص هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده الرجوع بينكم موجود خاصة الناس اللي ببيناتكم طفل راح يكون الطفل عدر هذا شخص اشوف شوية عنده كبريا فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك انا اريد ارجع اذا كان ببيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل او بعذر انه هذا الطفل محتاجك خلي طفل اللي ببيناتنا يتربى بيننا اثنينة لانه شوف عنده نوع من الكبريا الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا اكو تجدد للحب العلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفها طالع من العلاقة فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا كنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء طبعا هاي قراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبدأ ممكن تنطبق منها لبعض منكم بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي يردون رجوع فالرجوع موجود تجدد بالحب موجود اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح ببيناتكم وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك وطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص ولكن هذا الشخص اشوفه راجع وياك وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول من بعد متاعب مريت بيها وياه من بعد خيانه ممكن تكون حتى مريت بيها اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصالحك ويصور عنده نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم اشوف التواصل بيناتكم جدا جدا عالي يعني يكون تواصل روحاني كان وبينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام فهذا الشخص راجع ان شاء الله والله يهدي سركم ويصلح الحال بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك انه انت راح تمر بأزمات بهاي السنة برج الحوت ولكن كل اللي اطلبه من عندك انه انت تكون قوي تكون قادر على الغفران قادر على مسامحة الاشخاص اللي ادوك بحياتك حتى تعدي الازمات ممكن تكون انت مارة بازمة اساسا انو هاي الازمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها التحدي اللي قدامك انو انت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك اه اتباوع على الفرص اللي موجودة قدامك البعض منكم مقد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مار بيها بالفقدان بخيبة الامل اه شوفوا انو ما قاعد يشوفوا الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامك بالفترة الحالية اكو فرصة هواية عندك انت منطيها ظهرك وبنتطلع بس على الماضي ابدأ حياتك من جديد التحدي اللي قدامك انو انت ما تخلي شيء يوقفك بهاي السنة كلها سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعدها مصاير وفراح يصير فانت لازم انو تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك لانو اساسا نقاط اه نقاط ضعفك انو انت ما قاد ما تقدر تسيطر على مشاعرك انت غير قادر على انو انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة فنقاط ضعفك انو انت تتحكم بمشاعرك تكون صلب تكون قوي تاخد طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة فانت نقاط ضعفك انو انت انت فاقد قوتك فاقد عزمك فاقد الارادة الازمة هاي اللي مريت بيها او حتى راح تمر بيها راح تاثر عليك كهواية وحتسبب لك نقطة ضعف انو انت دائما تطلع تباوع للماضي متباوع الامام شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك تتفائل وفكر بايجابية كون قوي وانت قادر على انو تتخطى اي ازمة وممكن تتمر بحياتك طبعا دا حسب ما اذكر برج الحوت انتو اساسا بشهر اتناعش كانت اموركم ايضا متعبة واني كان الفيديو قلت لكم هذا الوقت سيمضي فهذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن نقطة ضعف واني قاعد أشوف الاوراق اساسا انو هي الاوراق مرتبطة بعضها يعني كقراءة واحدة انت نقاط القوه اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة انو انت کو Elite dealtهر كالفرص جديدة Nerd وانت نقاط القوه انو انت اولا انت عندك طموحات عندك احلام هواية عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالوي الناس الناس تحبك عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص راح تكون اكو فرص هواية امامك نقاط القوى اللي عندك انو انت تعرف تختار وتباوع للامام تنطي ظهرك للماضي الفرص اللي موجودة عندك هنان اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مرت بها بالماضي ممكن يكون البعض من عدكم مر بثلاث خسارات واحدة وراء الثانية وهذا الشي يعني خلا ينهد خلا حيلة ينهد خلا امورها يعني او انت حتى ممكن وبحياتك مار بثلاث خسارات وهي السبب انو استمرت وياك لحد الان انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعامل ثلاث اعمال انت دخلت بيها وفشلت فاشوف انو الفرص الجديدة موجودة انت القوة لازم تكون عندك لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة لازم تصير عدلة وتصير قوي تروض الناس تروض هذي المرأة تروض الاسد قادة فانت قوي لازم تستعيد قوتك واتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها واترك الماضي وورا ظهرك وحاول انو تفكر بايجابيل وحاول انو تفكر باتش وشن اللي راح يصير انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا يعني هاي الطاقة اشوفها مال الحزن والخسارة بس اول ثلاثة شهر من السنة وبعدها راح يتعدي راح تدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله فكل التوفيق لكم برج الحوت ان شاء الله التوقعات اليجابية كلها تبحقق واريدكم اقوى اريدكم تستعدون قوتكم تستعدون صحتكم حتى لانو صحتكم همين اشوف بيها مشاكل وما قاعد ايكم كاسل كاسل